الرسالة التي نشرها يوم أمس ثلاثة من قادة ائتلاف العراقية في صحيفة نيويورك تايمز والتي طالب فيها الإدارة الأمريكية بربط الدعم الذي تقدمه للأجهزة الأمنية العراقية بالتزام رئيس الوزراء بحكومة الشراكة الوطنية وضمان عدم ولاء تلك الأجهزة لحزب الدعوة وشخص رئيس الوزراء تلقتها الكتل السياسية بردود أفعال مختلفة السلوك السياسي للنظام السياسي العراقي الذي يريد أن ينفرد بالسلطة الواحدة وبالتالي على الآخرين الطاعة فقط ولأن العملية السياسية لا يمكن أن تكون بهذا الشكل إذن من باب أو لا يمكن أن يؤدي هذا الاحتقان السياسي إلى احتقان طائفي يفجر الوضع وبالتالي نصبح في واقع لا نحمد عليه الجيش لم يتحول إلى جيش مهني قادر على أن يأخذ جانب الحياة في أي خلافات سياسية ولذلك فإن الجيش اليوم يستخدم والأجل الأمنية تستخدم استخداما لا يمكن يفضي إلى بناء دولة حديثة تتميز بالدولة المهنية والمؤسساتية قياديون في ائتلاف دولة القانون وبعدا استهجنوا رسالة قادة العراقية وصفوا من يحاول إدخال أطراف خارجية لحل الأزمات الداخلية بأنهم ليسوا برجال دولة وخارجين عن القيم السياسية لكونهم يدفعون البلاد إلى منزلق الاحتقان الطائفي بتصريحاتهم رئيس برلمان يستنجد بالأميركان تعالوا تدخلوا في البرلمان لأنه ما عنده قدرة يمشيها في مجلس النواب أنا أصور هذا يخل في مصداقيتهم عرضوا لفظهم ليسوا رجال دولة وإنما رجال يطلبون الدعم الخارجي من أجل تأييد مواقفهم أنا أصور كلام خطير بس بالأخير يضر بهم ويضر بمتبنياتهم والصور لا يجوز أن يكون أشخاص عندهم مسؤوليات في الدولة العراقية يتحدثون عن هدر أموال بالعراق ووزيرة ماليتهم هو المسؤول على المال العراقي هو يعلم هذه الأموال العراقية وإين تذهب وإين تأتي فيما حذرت عضو التحالف الكردستاني أشواق جاة في اتصال هاتفي بالحرة من أن تزيد مثل هذه التصريحات من تعقيد المشهد السياسي العراقي وقد تدفع بالعملية السياسية إلى الهاوية ودعت الجاف جميع القوى السياسية إلى اللجوء للتهدئة لإنجاح عقد المؤتمر المزمع في السليماني على حد قولها واعتبر مراقبون سياسيون ارتفاع حدة التصريحات السياسية أمرا طبيعيا يتناسب مع ما يطمح إليه البعض من مطالب يريدون تثبيتها والاتفاق على قناعة بأن طاولة الحوار هي ما سيجمعهم أخيرا لحل أي أزمة سياسية كل الكتل سترفع من سقف المطالب ستزيد من تصريحات نارية من أجل وضع خط مهم جدا في المفاوضات المقبلة ونن نستغرب هذه التصريحات لكن الجميع لديه قناعة كاملة بالعودة مرة أخرى إلى المفاوضات إذن فرسالة القائمة العراقية عكست وبرأي مراقبي مدى أزمة السقة التي تعيشها مع الحكومة واتلا في دولة القانون ودعت أطراف سياسية القوى النيابية إلى الجلوس على طاولة الحواري لحل حالة الأزمة قبل فوات الأون زياد نهاد الحرة بغداد بغداد